مهند زكور صار معنا صاحب المقهى. مرحبا صباح الخير. يسا صباحك يا رب. صباح الخيرات يا أهلا وسهلا. مهند شو القصة كيف خطرت عبالك الفكرة يعني هل من باب تقديم شي جديد أو من حبك للمسلسل فقررت تعمل الكافي؟ نعم للصراحة يعني الموضوع صار بشكل تدريجي ممكن نقول. الفكرة الأساسية أنه نحن مجموعة من الشباب بالصراحة أكثر من الشخص قابلين نعمل مشروع خاص مشروع يكون نشتغل فيه بشكل مستقل يعني كان أي شاب اليوم ممكن يبلش مشاريعه القصة. فبلشت الفكرة أنه حسب الإمكانيات المادية مثلا الموجودة عندها الشباب فبلشنا نحدد أول شيء الشيء المشاريع ممكن نحن نشتغل عليها فكانت فترة الكافتيري طبعا حكم أنه يعني بيكون الميزانية طبعا مقبولة. وكلكن من محبب المسلسل؟ يعني للصراحة لسه لحدها اللحظة لا، ما كانت الفكرة أصلا متبلورة. ما كنت تحضروا مع بعض؟ لا، بالصراحة. الفكرة بلشت بعد بعد نحن ما بلشنا بالكافتيري بحد ذات أنه نحن لازم نختار اسم كثير مميز اسم يجزو بالناس اسم يكون بصراحة مرتبط بالقهوة برقم واحد ورقم اثنين أنه يكون شيء جذاب. نحن بلشنا نربط الأفكار بشكل صريح يعني أنه نحن اليوم في خدمة هي موجودة طبعا جوا الكافتيري هي متابعة الدوري الإسباني بشكل عام وكثير في عليها أفبال. نحن بلشنا نربط الفكرة الأولية أنه نحن لي ما نعمل أول شيء الاسم إسباني خلي يكون الشيء مقبول عند الشباب فلقينا بعدين الاسم خلي يكون لكاسة دي كافي أنه هي الكافتيريا أو الكافي أو بيت القهوة بإسبانيا. هون بلشت انطلقت الفكرة وشراطة الأساسية تبعت الفكرة لحتى صار تحول كامل بالديكورات وتحولات بالأفكار لأنه نحن بلشنا نربط الأفكار بشكل أكبر نحن ليش ما يكون؟ نشتغل بهذا النموذج خلي نشتغل بسوية أعلى الفكرة مثل ما يعني أنا ممكن حتى سمعتها من أكثر من الشخص الفكرة هي الأساس للنجاحة والفكرة هي الممكن نقول هي ممكن رح تعطينا الأفضلية أو رح تعطينا ميزة عن بغية المشاريع الموجودة. فبالشنا نشتغل بشكل منظم أكثر بصراحة نحن كنا شباب شوي منظمين بالعمل. جغسركم أنتم قاموا تفكرون بالمشروع حتى شفنا على الأرض الواقع. نعم نعم للصراحة فصار فيه تنسيق لكافة الأمور سواء من موضوع اللوحة البصرية فبلشت الدكورات بشكل عام لازم تكون مرتبطة بشكل كبير بالمسلسل بحيث أنه يكون تعطي طابع الأساسي الموجود الألوان اللوغو طبعا اللوغو كتير مميز هو بالأصل فنحن يعني هذا الموضوع كتير ساعدنا لحتى أن نحن كمان نشتغل على هذه الدكورات بشكل كبير قريب وبشكل متناسب مع المسلسل. اللباس الموظفين تفكرنا أنه نحن اليوم نفس الأمر طالما هو الموظفين رح يكونوا موجودين بالكافة الأيرى بشكل دائم فليش ما يكون اللباس أصلا هو اللباس اللي كان من طبعه بمسلسل هو مطابق للصراحة يعني أنه اللباس بتاعة الأفرارول الموجودة اللي بيستخدموا الأعمال بشكل القناع شوي يمكن يكون مزعج بفصل الصيف للموظفين صح؟ صحيح فإن احنا حتى هذا الموضوع نحن عملنا تجربة يعني قبل الاشتتاح الرسمي عملنا تجربة مدة شيء ما يقارب سبعة أيام لكل الكوالير الموجودة بحيث نحن نشوف ألية العمر اللي حتصير ياهل ترى إشياء المعوقات اللي راح تكون موجودة ففعلا مثل ما عب تحكي أنزي كان الموضوع أنه تقديم الطلب لأن الرؤية وقت اللي نوجد القناع يعني يكون الرؤية شوي محدودة طبعا صراحة يعني اتجاوزنا هاي المشكلة عن طريق أنه راح يكون فيه هنا شخصين أثناء تقديم طلبات أو حتى وقت اللي راح يرفعوا الطلبات هنه راح يكونوا شخصين الشخص الكابتن يعني ممكن ناقش بسية بروكيسور يعني الموجودة طبعا بالمسلسلة اللي هو الشخص اللي يلبس رسمي ما بيكون لابس القناع بدور الكابتن طبعا والشخص اللي يكون معه الشخص اللي يلبس القناع بشكل طبيعي وبالبس البقية اللبس ما بيكون فيه عاقة بالنسبة له للصراحة حتى لقينا بعض البعض الأمور اللي ممكن يكون طبيعة القماش النسوي ممكن تكون متعبة بالنسبة للموظفين فكمان جاوزنا هاي الامر بحيس انه هلا راح يكون او جبدا بلاشنا هلا اللباس يكون صيفي خفيف مريح بالنسبة لهم ما يكون فيه لهم عوائق اطلاقا يعطيكم ألف عافية وأكيد يعني يعني شفنا بي زحمة بالافتتاح شنو قدمتم بالافتتاح الناس كتشجيع للزيارة يعني هل كان بيعدكم مثلا شيء له علاقة بالمسلسل شيء له علاقة بالترويج حتى الناس تشجع وتشوف هذا الكفيتريا شنو عندها من شغلات جديدة اتميزة عن الكفيتريات الأخرى نعم صراحة نحن للصراحة بالموضوع نحن مثلا كان في دراسة للسوق بشكل كتير دقيق لحتى نعرف نحن الاحتياجات ونع بتكون بشكل كبير فكان فيه احتياج أو فيه شيء عنه موضوع نائص يعني الموضوع الخصوصية عند العائلات وموضوع الشباب وخاصة في بعض أجواء بيكون فيه مباريات أو بيكون فيه يعني ازدحام كبير فنحن أول ميزة منها أنه يكون فيه صالتين هنا عبارة عن صالتين مستقلات بشكل كامل فبتكون صالت العائلات فيه خصوصية عالية فيه استقلالية فيه راحة بكل العائلة سواء اذا كان فيه أطفال اذا كان فيه عائلة مع بعضهم والشيء الثاني أنه نحن هناك حطينا الديكورات بشكل أخف بشكل يعني يكون ألطف بالنسبة للأطفال ما يكون فيه يعني ممكن يكون الطفل أنه يست يتساءل كثير عن موضوع الصور الموجودة بينهم الشباب كان الموضوع أكثر يعني للصراحة بيحكم أنه الشاب جاي عرفان أكثر المسلسلة عرفان اللغة فبيكون فيه عنده يعني تصور كامل عن هذا الموضوع طيب هو تخصيص المكان نعم تخصيص مكان للرجال ومكان للنساء معنات راح يكونوا بشكل دائم ما بس أنه يوم الافتتاح لا طبعا بشكل دائم نحن هذا الموضوع هو بالأصل ومخصص أو المدروس للمشروع على هذا الأساس بشكل كامل طيب فيه مكان للعائلات يعني أنه إذا حدا جايه زوجته يعني طبعا ما تروح تفصلوا رجال لا طبعا هذا موضوع أكيد يعني هذا أساس بدي يكون موجود لكن نحن أصل الفصل أنه هو أصلا صار في بيناتهم يعني جديد نقول عزلة بالنسبة للصوت بالنسبة للكلام بالنسبة للخصوصية لكن هني يعني هاي موضوع للشباب أنه بالنسبة للقسم للعائلات هو في قسم عائلات وفي قسم للبنات طيب أدي لقت الفكرة بشكل عام فكرة الكافي أنه على اسم المسلسل وعلى نفس الديكور أديش لقت استحسان من الناس شو صاروا يقولوا لك وهل عم يطلق مثلا أفكار جديدة ممكن أنت تعدل شوي صحيح للصراحة نحن من وقت ما كنا نبلشين بالمشروع للناس يعني تشوف اللوغو أو تشوف فكان يلفت نظرا ودائما يفوتوا يسألونا إنها حكية طبعا للصراحة حتى قبل الافتتاع فكان الموضوع ملفت وهذا الشي كان يشجعنا أكتر وأكتر أنه نحن لازم يكون فيه شي ملفت للناس للشخص العادي أنه يشوف ويسأل يا هل ترى إيش هو هذا ممكن تشرح لي أكترين حتى الشخص للصراحة اللي موجا في المسلسل كان عنده فضول كبير أنه يعرف ويسأل ويشوف صاربت يشوف المسلسل ممكن يعني صراحة لأنه شي ملفت يعني بالنسبة لهم شي ملفت للصراحة بالنسبة لموضوع الأفكار للصراحة كان كبير فيه كم كبير جدا جدا من الأفكار يعني كان فيه كثير أشخاص ممكن يجوا نتشاور بالأفكار بشكل كبير أنه ممكن نحن نضيف هذا الأمر كم شريك أنتو اليوم مهند؟ نحن ما يقارب أربع أشخاص أربع وغبتت يعني أكيد يعني بيه أحيانا ممكن تختلفون على بعض النقاط فأشترون زبطون الأمور مع بعض طيب أذا تعطيني هكذا دايقتين رأشرح ليك الموضوع نحن للصراحة المشروع من بدايته نحن عم نشتغله بشكل كبير منظم يعني ما عم يكون المشروع عبارة عم يمشي بشكل عشوائي فنحن فيه تنظيم بكل الكوادر الموجودة سواء من النسبة يعني نحن هم خاصصين فيه شخص مدير للمشروع إداريا يعني هو أنا مثلا موجود أنا كإداري للمشروع بشكل كامل فيه مدير للصالات بيكون بشكل موجود دائما فيه كابتن وفيه فريق أعلام توزيع مهام يعني توزيع مهام يعني بشكل كبير غير هيك نحن نشتغل عن يظام الفيد باك بالنسبة للموضوع العملاء والزبائن الموجودين بحيث دائما فيه أي زبون بعد ما يعني تنتهي مثلا عملية التقديم والخدمة فبيكون فيه عنده كرت خاص لموضوع أي ملاحظات سواء كانت سلبية أو إيجابية أنه نحن نسمعها بشكل كامل يعني عم يكون المشروع بصراحة منظم بدرجة عالية حتى موضوع اختيار الموظفين كان عبر مقابلات وكان الموضوع كتير دقيق يعني فيه بعض الأشخاص بيحكوا لغة إسبانية حتى فيه يعني الكابتن تبعها الصالي بيحكي لغة إسبانية بشكل طليق في حال أنه ممكن نعم صحيح فممكن يعني بعض الأشخاص يسألوا يعيشوا بالجوب تماما 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 فبصراحة كان الموضوع فيه دراسة يعني عالية للصراحة على كل التفاصيل الموجودة حتى إن شاء الله ما نواجهه مشاكل كل توفيلة لكم وشكرا لك مهند زكور صاحب مقهى لك أسر هارك سعيد هارك سعيد يرا